موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف كالعادة هنتابع مع حضراتكم أخبار الدوريات الأوروبية الكبيرة هنتابع كمان على مستوى الترانسفير حضراتكم عارفين خلاص يوم 31 أغسطس هو آخر معاد ترانسفير ماركت الصيفي الملتهب والمشتعل في أوروبا هنعرف من حضراتكم ومن خلال المحترف كمان البريميال ليج هنعرف وخلال يمكن ساعات قليلة أو بالضبط بتوقيت مصر الساعة 9 لقاء كبير لنجمنا الكبير محمد صلاح ليبر بول أمام المان يونيتد هنتعرف على هذه المباراة قبل انطلاقها كمان هنتكلم على الجولة الثالثة من البريميال ليج المشتعل كمان بشكل أكتر من رؤية لنا كمان النهاردة في المحترف ملف للبوندزليجا طبعا الدوري الألماني كمان وانطلاقها أكتر من رائعة للباير ونتائج كبيرة جدا جدا هنتعرف على تصرحات المدربين هنتعرف على أحلام الجماهير وكمان هنتكلم بشكل منفصل كمان عن لقاء النهاردة ليبر بول والمان يونيتد وكان محمد صلاح يمكن كان تلعب في تصريح هنتابعه مع حضراتكم واتكلم على أماله وطموحاته في الموسم ده مع ليبر بول وخاصة كمان المباراة المرتقبة أمام المان يونيتد ملفاتنا كتيرا النهاردة لكن قبل ما أبدأ خلينا نتكلم على جزئية مهمة جدا كلنا جماهير النادي الأهلي أكيد تبعت مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي هتكلم على ولادنا هتكلم بصفتي واحد من ولادي النادي بصفتي واحد مر بتجربة ممثلة شوية للعابتنا اللي خارجة من قطاع النشئين وعندها فرصة كبيرة جدا جدا مع النادي الأهلي عايزة أتكلم ما كنتش سعيد قوي بأداء بعض اللعيبة ومن خلال المحترف من خلال خبرات لأننا لازم كمان أنقل خبرات ديت لولادنا ومش حقول ولادنا الصغيرين لأن كمان الفكرة اللي بتوصل للعيب دوت إنك عندك 23 سنة أو 22 سنة إن أنت لسه لعيب صغير لا لازم الفكرة دي من بدر شوية تتشال من قطاع النشئين لازم الناس دي تتربى أنه هو لازم يتربى على أجزاء مهمة جدا عشان يقدر يلعب في نادي كبير بحجم النادي الأهلي الأجزاء اللي أنا بتكلم عليها والأجزاء المهمة جدا يمكن شوية بعيد عن الفنيات أكيد لازم يكون مؤهل فنيا بشكل كبير جدا وبشكل رائع على المستوى الفني والتكتيكي وكمان خلي بالك على المستوى البدني لأن بعض الولادنا أو بعض الناس اللي لعبوا من قطاع النشئين عندهم فنيات كويسة ولكن المستوى البدني لا إنت عندك حتى عندك 21 سنة لازم يكون شغلك البدني أفضل بشكل كبير جدا من اللي أنت شغال عليه دي نقطة ونقطة مهمة جدا النقطة الأهم إن النادي الأهلي نادي عنده طابع مميز النادي الأهلي نادي بطولات جماهيره لا تقبل إلا بالبطولة وبالتالي لازم يكون عندك شخصية النادي الأهلي تتمرن على الفنيات وعلى التكتيك وعلى 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 لكن كمان لازم يكون عندك هذه الشخصية شخصية النادي الأهلي وده صدقوني التقييم الحقيقي اللي بندور عليه إحنا كجماهير النادي الأهلي وأنا بحط نفسي دي من جماهير النادي الأهلي دلوقتي إن أنا بدور على مين عنده شخصية النادي الأهلي مين اللي عنده الإصرار والعزيمة والقوة والمصابرة والجلد في المباريات وبيطلحها التسعين دقيقة مش بيطلحها خمسة وعشرين وبعدين ينزل وبعدين مباراة حلو مباراة وحش دي مش شخصية النادي الأهلي فرسلتي ونصحتي لأولادنا اللي تلعين من قطاع الناشئين اللي بياخدوا فرص لغاية دلوقتي إنك لازم تستغل هذه الفرصة أحسن استغلال إزاي؟ بالالتزام الكامل بالتهيئة نفسك لهذه الفرصة اللي مش هتتعود تاني أنا جات لي الفرصة أنا عندي يمكن 17 سنة وطلعت وكنت بحلم بأول تدريب لي مع الفريق الأول تدريب بحلم بأن أنا أتمرر مع الفريق الأول ويعني مع أدراك مع الفريق الأول والنجوم اللي كانوا موجودين فيه فما بالك في أول مباراة ليا مع النادي الأهلي أنا فاكر إن الواحد من كتر التركيز ومن كتر الألأ وساعات الخوف الخوف الإيجابي ما كنتش قادر ينام كويس لكن الإصرار وشخصية النادي الأهلي اللي أنا تربيت عليها في النادي الأهلي وأنا دخلت النادي الأهلي وأنا عندي عشر سنين يعني من عشر سنين لسبعة عشر سنة سبعة سنين اتعلمت وتربيت على شخصية النادي الأهلي دي تلعت من خلال الفرصة اللي أنا خدتها وخدتها من نجوم كبار جدا جدا يعني دلوقتي كمان الساحة فاضية بالنسبة لكم الملعب فاضي بالنسبة لك فلازم تبين لجماهير النادي الأهلي واللي الناس بتتفرج عليك عشان تقيمك بعيدا شوية عن الفنيات لازم تكون الفنيات موجودة ده شيء أساسي ولكن شخصية النادي الأهلي شخصية النادي الأهلي لو ما ظهرتش فيك مش هتبقى موجود في النادي الأهلي وصدقوني هتبقى خسارة كبيرة جدا جدا ممكن تروح عندية تانية ولكن خسارة النادي الأهلي لا تعود وسألوني أنا يعني أنا كمان خرقت صغير من النادي الأهلي وتعلمت حاجات كتيرة جدا من النادي الأهلي وخدتها معايا في مشوار احترافي خلتني متواجد لمدة 15 سنة في أوروبا فنصيحتي للولاد ما زالت جعني الفرصة لسه قدامك لسه عندك مباريات جاية الناس اللي كنا بنتكلم عليهم آه فيهم أمل كويس وعندهم جزء من شخصية النادي الأهلي واختفت فيه الماتش اللي فات أو في اللي قابليه لازم تظهر تاني الحرب جوه الملعب ده كلمة تعلمتها مش معنى الحرب مع المنافس حرب كمان بينك وبين نفسك إننا لازم أثبت وجودي وإننا كل سنية بتعدي في المباراة ما بثبتش إننا قادر إننا مثل النادي الأهلي دي خسارة ليك فتاني كل التوفيق للعبتنا وخاصة خاصة بنتكلم على فرصة مش هتتكرر تاني النادي الأهلي نادي كبير الإدارة بتشتغل على المستوى للصفقات بشكل أكتر من رائع احنا مش قلقانين من ده لكن نتمنى من لعبتنا ومش هقول لعبت الصغيرة لعبتنا الخارجة من قطاع الناشئين إنها تستثمر هذه الفرصة بشكل أفضل من كده كتير جدا جدا لإنك بتلعب في نادي كبير ابعد عن كل ما يبعدك عن الجزء ابعد عن السوشيال ميديا بعض الناس بتقول آه لايبة بتتصور مع الجماهير ابعد عن كل دو يعني شغلك الشاغل في الفترة اللي جاية كيف أثبت شخصية النادي الأهلي وإزاي إننا أكون متواجد الموسم القادم في حسابات النادي الأهلي ده شغلك الشاغل لإنه هو ده مستقبلك وصدقوني الفرصة ما في الجيش كتير طيب نخش على خلاص يعني دي كانت نصيحة من القلب كده لولادنا لقطاع الناشئين اللي أنا تربيت فيه كل توفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وكل توفيق لولادنا من قطاع الناشئين بإذن الله ويثبتوا أنهم قادرين على تمثيل النادي الأهلي خلينا قبل ما نخش على الصحافة العالمية وكتبت إيه النهاردة هتكلم سريعاً مع حضراتكو في بعض النقاط أهمها سيما اتكلمت محمد صلاح يعني بيبوح بالأسرار مع سكاي سبورت طبعاً النهاردة الحية نشأرت شبكة سكاي سبورت الرياضية تصرحات تلفزيونية مهمة جداً جداً لنجمينا الكبير محمد صلاح اتكلم فيها بقلب مفتوح اتكلم فيها في كل حاجة تقريباً اتكلم فيها النهاردة يعني النهاردة بالليل كمان اتكلم عن المباراة اللي بتجمع ليفر بول والمان يونيتد في قمة كبيرة جداً في البريمير ليج صلاح قال أنه خلى المصريين يحبوا فريق ليفر بول ويشجعوه بعد كان يمكن الأغلبية بتشجع المان يونيتد كمان لما تسأل عن البداية السيئة لفريق المان يونيتد قال يعني أنا مش عايز أحط مزيد من الملح على الجراح ولكن بالطبع أكيد ليفر بول ولعبتوا متحمسون لهذه المباراة وقال حنشوف إيه اللي حيحصل في هذه المباراة وحول المباراة الفريقين يمكن في الموسم اللي فات حضراتك وفاكرين أن ليفر بول فاز بخماسية ويمكن تقلق فيها محمد صلاح بشكل كبير جداً ويمكن حقق هترك تلت أهداف وقال على لسان محمد صلاح من خلال سبورت يوز لتكلم أنه ما كانش متوقع في الوقت دوت أن يحرز أو أن ليفر بول تفوز 5-0 على المان يونيتد وقال أن أنا أتذكر في المباراة بعد تسجيل للهاترك أو بعد تسجيل الهدف الثالث سنحت لي فرصة لتسجيل هدف إضافي ولكن أضعت الفرصة وكنت غاضب بشدة من هذه يعني من الفرصة اللي ضعت مني عن مباراة النهاردة محمد صلاح أتكلم وقال أنها مباراة ديربي مهما كان موقف المان يونيتد لكن مباراة تعني الكثير في مصر يعني زي ما قال الناس كثيرة جدا كانت بتشجع مان يونيتد لكن في الأخيرة أكيد كل المصريين أكيد بيشجعوا أي نادي بيروح له محمد صلاح وقال هي مباراة خاصة بالنسبة لي صلاح كمان قال أن لقب البريميال الليج السنة دي قالوا له تتوقع مين مين اللي هيكون في المنافسة فقالك من وجهة نظري أن فيه أربع فرق ليبر بول السيتي أرسنل وشيلسي ويمكن رد على منطقة دي البداية السيئة ليبر بول وهل كده ليبر بول ابتعد عن المنافسة محمد صلاح قال من المبكر جدا جدا الحديث عن هذا الأمر صحيح أننا نبتعد سبع نقاط عن أرسنل المتصدر لكن في نفس الوقت عندنا الموسم لسه طويل ويعني حنوصل به لآخر لحظة ونشوف حنوصل لفين أكيد إحنا رجعنا من بعيد ويكلم عن الموسم الماضي وكان تقدم السيتي بنقاط كثيرة جدا جدا ولكن الليبر بول عاد من بعيد ويمكن زي ما حضراتكم تابعين أن الموسم الماضي اتحسن في المباريات الأخيرة قال كمان صلاح أن كتير من اللاعبين يعني حينفسوا على لقب الهداف لما تسأل عن لقب الهداف قال فيه لعيبة كتير زي هاري كين طبعا وهلند وجابريل جيزوس حينفسوا بشدة على لقب الهداف البريمير ليج ولكن كمان صلاح قال حتة مهمة جدا أنه حلمه في هذا الموسم هو الفوز بلقب البريمير ليج يعني كان بيقول يعني دايما صلاح كان بيكلم أننا دايما كنت برغب بتحقيق دور الأبطال لكن الموسم ده خاصة يعني هو عايز يفوز بالبريمير ليج ده طبعا كان كلام محمد صلاح عن مباراة النهاردة وعن كمان عن مستقبله مع ليبر بول وكمان على مستوى طموحاته هذا الموسم كازيميرو كمان بيودع ريال مدريد بالدموع طبعا كازيميرو المنتقل حديثا من الملك ريال مدريد لعب خط وسط طبعا البرازيلي كازيميرو خلال فعليات المؤتمر كان بكى يعني بعد قضاءه تسع سنين في الريال طبعا حضراتكم شايفين بكاء كازيميرو في المؤتمر الصحفي وقبل انتقاله إلى المان يونيتد طبعا من أجل ودع ريال مدريد حضراتكم عارفين بعد رحيل رحيله لمنشستر يونيتد ويعني فيه مسيرة جبيرة جدا جدا قام بها كازيميرو مع النادي الملكي ونهاية الأسبوع طبعا اللي فات كان انتقاله رسميا لصفوف المان يونيتد مقابل سبعين مليون سبعين مليون يورو طبعا محصول راتب سنوي يصل إلى عشرين مليون يورو سنويا طبعا كازيميرو أنها طبعا الكشف الطبي من نجاح في المان يونيتد مبارح وفي بداية المؤتمر يمكن الصحفي الخاص بوداعه في حضور عدد من جماهير جماهير ريال مدريد انخرط كثيرا في البكاء ووجه كل محاسمة لجماهير الملكي قال فيها أنه سيعود يوما ما لا شك إلى ريال مدريد كازيميرو لعيب كبير جدا في الريال زي ما بقول لحضراتكم قعد تسع سنين حصل بطولات كثيرة جدا وألقاب كثيرة جدا طبعا أبرزها خمس ألقاب تاريخية في بطولة دوري أبطال أوروبا خبر كمان عن طبعا جيمي باردي طبعا لاعب ليستر اللي بيجدد تعقده حتى عشرين أربعة وعشرين ده خبر مهم عن طبعا المهاجم الإنجليزي الدولي جيمي باردي اللي وقع عقد جديد مع نديه ليستر سيتي يمتد حتى صيف عشرين أربعة وعشرين رغم وصوله خمسة وثلاثين سنة لكن هو كمان كان انضم لليستر في عام 2012 كان جاي طبعا من فن مقابل حوالي مليون جنيه سرلين طبعا شكل كمان نقطة تحول حضراتكم فاكرين في تاريخ ليستر سيتي ساعة طبعا محقق لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر ده كان في موسم 2015-2016 كمان فيردي بصحبة ليستر كمان فاز بلقب الكأس الاتحادي الإنجليزي ولقب الدرع الخيري خلاص أخبارنا سريعة قرصي تعالوا بقى نروح لنشوف الصحف العالمية قالت ايه في المحترف نبدأ سريعا مع أهم العنوين في الصحف والمواقع الرئيسية العالمية يطار قالت ايه نبدأ بمرقى الأسفنية مرقى اهتمت بفوز فيا ريال على أتليتيكو مادريد 2-0 وكمان برشلونة على سويسيداد أربعة واحد وكتبت فيا ريال يعتلي الصدارة وليفندويسكي يضع تشافي في المصار الصحيح أما جريدة سبورت الأسبانية كمان ركزت على فوز برشلونة على سويسيداد أربعة واحد وكتبت مهرجان الصحيفة تحدثت برضو عن مستقبل منفس ديبي وكتبت ديبي يطلب راتب كبير من ليفندويس واليوم اجتماع من أجل أوباما يانج لسه في أسبانيا مع صحيفة آس الأسبانية اللي اهتمت دي فوز برشلونة وكتبت عيد ميلاد سعيد سنائية من ليفندويسكي في الفوز الكبير لبرشلونة طبعا ليفا طبعا يعني عامل مباريات رائعة مع طبعا برشلونة نروح لبريطانيا مع زيساني الإنجليزية اللي ركزت على لقاء منشستر يونيتد وليبر بول وكتبت غضب تينهاج ويرغب فيه استثمار غضب لعبيه لإظهار رد الفعل على ملعب أولد ترافولد خلال مباراة ليبر بول اهتمت الصحيفة كمان بهزيمة شيلسي 3-0 وكتبت تخيل يلوم مندي على الأخطاء نروح سريعا لفرنسا وجريدة الكيب الفرنسية الكيب ركزت على فوز كبير جدا البيس جي على ليل بنتيجة 7-1 وكتبت الانسجام التام طبعا ده نتيجة كبيرة جدا جدا بالفوز على ليل 7-1 في مباراة كبيرة في الدوري الفرنسي نروح لإيطاليا نروح للكاستة ديليس بورت اللي يمكن ركزت على تعادل الميلان وأطلانطا 1-1 وفوز نابولي على مونزا 4-0 دي كانت يمكن أخبارنا النهاردة في الصحافة العالمية لسا عندنا ملفات كثيرة جدا بعد الفاصل معنا يعني محلل الكرة العالمية نادر عبد الناصر هيكون معنا في المحترف النهاردة عشان نتكلم أكيد على المباراة اللي هتقام خلال يمكن ساعات قليلة مباراة المان يونايتد مع ليباربول نتكلم على البريمير ليج بشكل عام وانطلقته وكمان عندنا ملف في الكرة الإيطالية اللي انطلق بقوة الدور الإيطالي مشتعل هنشوف كل ده من خلال ان شاء الله المحترف لكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية خليني رحب بدفنا النهاردة نجم التحليل العالمي والكرة العالمية نادر عبد الناصر هيكون دفنا النهاردة في المحترف عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهاردة في المحترف نادر مساء الخير عليك مساء النورة كابتنهاني تحيات لحضراتك وتحيات طيبة لكل السادة مشاهدين قناة النادي الأهلي منوارنا نادر وبنتكلم على الكرة العالمية وخاصة خلينا نبدأ بالبريمير ليج قبل نتكلم على المباراة يمكن المرتاقمة ما بين ليفر بول والماني يونايتد خلال يمكن مساعة من دلوقتي خلينا نعرف رؤيتك وجهة نظرك توقعاتك انتبعاتك على انطلاقة البريمير ليج يعني يمكن بعد الجولة التانية طبعا بالنسبة للدور الإنجليزي يعني بدأ بداية طبعا معظم الفرق بدأ بداية كويسة مثلا ليفر بول يعني بدأ بداية غير متوقعة بالنسبة لي رغم له عمل فترة إعداد قوية جدا وعمل مباراة تحضرية قوية وعمل مواسكرات جيدة ولكن في أول جولتين اتعادل مع فولهم اللي كان لسه صاعد وكريسة البلس وقدم أداة يعني مش كبير ولا مستوى فن كبير وكان فيه علامات تستفهم كثيرة على مستوى خط الويست فريق ليفر بول كان بيونكسوا لعب يعني يقدر يلاعب اللعبة اللي قدام كان الجانب الأفضل لفريق ليفر بول كان صلاح محمد صلاح طبعا من نونيز يعني على المستوى يعني بنتابع طبعا البريمير ليجو منتابع خاصة ليفر بول وفوزوا على المان سيتي الكل كان متوقع بداية جيدة في البريمير ليج شفت ايه تاني في البريمير ليج حسيت انه غير المتوقع غير المألوف في بداية أول جولتين طبعا كمان فريق ليتز يونايت ده عجبني بدايته فريق برايتون طبعا ده كله كان بالنسبة لي غير متوقع ولكن نقدمه مغرية جيدة جدا المدرب الأمريكي هو مارش لما مسك ليتز بعد مارسيلو بييلسا قدم أداء كبير جدا وأهم نقطة عمله في فريق ليتز انه غير الاسلوب الدفاعي طبعا يعرفين مارسيلو بييلسا كان بيلعب بنظام الرقابة الفردية المدرب الأمريكي مارش غيره إلى نظام دفاع المنطقة وكمان بدأ يغير منطقة الضغط وافتكاك الكرة خلال مرحلة معينة وبيضغط بشكل كبير جدا وزي ما شفناه في اللقاء الأخير قدام تشيلسي قدم لقاء كبير جدا وفازه 3-0 وكان فريق ليتز تحسن بشكل كبير مع هذا المدرب ولكن كان فيه ألأ في البداية طيب لو بتتكلم على المستوى التاكتيكي وبتتكلم على مستوى الأداء الفني هاخد من كلام محمد صلاح لما سألوه تتوقع مين الأربعة اللي حينفسوا على البريمير ليج يمكن ما ذكرش وكانت بالنسبة لي مفاجأة شوية ما ذكرش توتن هام على سبيل المثال شايف كمان توتن هام مع كونتي بداية موفقة بالنسبة له هل حيمثل ضلع من أضلاع المنافسة في البريمير ليج السندي أنا أعتقد توتن هام السندي هيبقى بشكل قوي جدا ومغير خاصة بعد الصفقات اللي جبها اللي هو ريتشالسون اللاعب بريسيتش طبعا مع كلوزوفزيسكي وهاري كين طبعا لعبة مناسبة جدا عنده توازن في وسط الملعب كيادة هولبرج وبينتن كور فأنا أعتقد هيكون منافس قوي كمان كونتي بيحب ياخد البطلات ببليه بصمات بشكل كبير جدا فأنا أعتقد هيكون منافس كبير فريق توتن هام بجانب طبعا السيتي والليفر وارسنال مع مايكل أرتيتا جاي بقوة ويعيش حالة من التطول والتحسن الفني الكبير برضو أنت جبت سيرة أرسنال والأرسنال يمكن بعض الناس شايفة أنها انطلاقة شبيهة بانطلاقة فوزو من فترة طويلة انطلاقة فوزو بالبريمير ليج وبتقارنوا بالموسم الماضي الموسم الماضي كان تقريبا أول ثلاث جوالات هزاي ما كانش عنده أي نقطة النهاردة الأرسنال يحقق النتيجة الكاملة بتسع نقاط خلال التلاث جولات شايف دي هيكون فيه استمرارية هل انت شايف على المدى طويل إحنا ليسا بنتكلم بدري قوي على البريمير ليج لإمكان الجولة التاتة لكن بنتكلم كمان على الأرسنال شايف الأرسنال إزاي مع أرتيتا الصفقات الجديدة الشكل الهجوم اللي بيلعب به بشكل أكثر من رأي أرسنال طبعا بيعيش حالة جيدة مايكل أرتيتا زي ما قلت لحضرتك أنا لسه طبعا أول ثلاث جوالات ولكن أنا منتظر أرسنال قدام الفرقة الكبيرة يعمل إيه؟ يديك مشكلة أرسنال في السنوات الماضية يعني هو بدايته كمان السنة الفاتت مع بريندفورد كان الوافد الجديد من الشامبينشيب تعصر كمان لكن بداية قوية شخصية أرتيتا خلاص بدأ يحط يديه على مواطن القوة والضعف في الفرقة نتكلم على صفقات رائعة وعلى سبيل المثال جيدوس طبعا اللي بيسجل أعتقد أكتر من هدف خلال الجولتين اللي فاتوا الأرسنال قادر على الاستمرار بهذه الوطيرة والفوز والمنافسة بشدة على البريندفورد أرسنال توقع يكون منافس كو السنادي مشروع أرتيتا وطبعا بصمته بدأت تظهر أرتيتا كمان لما كان مساعد بيب جورديولا أعتقد يتعلم منه بشكل كبير جدا فريق أرسنال من الفرق دلوقتي اللي بتأذيه الكورة جيدة وحالي أنه المركز الأول عنده لعبة شباب جيدة بيعمل حاجة مميزة جدا وبيدافع وعنده تنويع في تسجيل الأهداف سوى خلال التدرك بالكورة والاستحواز أو ساعات يلعب تحت الكورة وبيعتمد على السرعات كمان عنده أوديجارد وروي سميس التحركات بين الخطوط بتبقى بشكل مميز جدا ومارتينيلي ففيه أجناحة شغالة بشكل كبير جدا الدفاع تحسن بوجود اللاعب جابرييل وتومياسو الياباني كمان وسط الملعب تشاكة اللاعب مميز جدا وأتمنى طبعا نشوف محمد أنني في المباريات القادمة طبعا أنني مش عشراء المصري ولكن مميز جدا في عملية الحركة وبيساعد الفريق في الخروج بالكورة بشكل جيد وكان أنني ليه أدوار مهمة جدا كمان على مستوى آخر يمكن أربع خمس مباريات في الموسم اللي فات مع أرتيتا وكمان جدد عقده عارفين طبعا أنني كمان في البري سيزون كان كابتن الفريق فكل التوفيق لمحمد النني كمان على مستوى الإدارة الفنية للأرسنال طبعا ميكل أرتيتا بداية ولا أروع نشوف قال إيه بعد طبعا البداية الجيدة جدا في البريميال ليج نشوف ميكل أرتيتا أنا سعيد جدا من الصعب جدا المجيء إلى هنا هو الفوز بثلاثة أهداف لذا الفضل يعود إلى اللاعبين وطريقة التي لعبنا بها الطريقة على وجه الخصوص التي بدأنا بها المباراة واصلنا اللعب بها الأمر ليس سهلا الدليل على ذلك عندما لعبوا أمام أستون فيلا كيف كانت المباراة مختلفة وكيف أصبحت مختلفة في بعض أجزاء الشوط الثاني أيضا لذلك أنا مسرور جدا في نفس الوقت علينا تقييم أنفسنا في العديد من النواحي لا يزال بإمكاننا التحسن كثيرا إنها ثلاث مباريات فقط هذا لا يعني شيئا هناك فرق أخرى لم تلعب ما يعنيه ذلك هو إننا تمكننا من الفوز بثلاث مباريات وتسجيل الأهداف والحفاظ على نظافة شباكنا الفريق يلعب ويؤدي بشكل جيد إنه منافس بشكل جيد حقا لكن سنبدأ تدرب مرة أخرى لنصبح أفضل في أمور أخرى علينا أن نكون الأفضل طبعا علينا أن نكون الأفضل واتكلم في نقطة مهمة جدا الراجل بيتكلم أننا لعبنا بس ثلاث مباريات ولسه الطريق طويل جدا جدا قدامه ولكن باين واضح الجواب بيباين من عنوانه إن أرسلان السنة دي سيكون مختلف تماما عن أرسلان الموسم الماضي طيب نادر نخش على المباراة يمكن خلال ساعة من دلوقتي مباراة كبيرة جدا جدا المال يونيتد مع ليفر بول شايف المباراة زي أنا أتوقع أن اليوم المباراة تكون مباراة كويسة جدا بين أثنين مدربين مستوى الأفكار التكتيك بتاعهم جيد يورجون كولوب وإيريك تنهاج ولكن أنا شايف أن ليفر بول النهاردة بعد أول تعصرين وتعدلين النهاردة يظهر بردد فيها المختلفة وكوية وهيكون هو الأقرب لإلفوز بشرط مستوى وسط اللاعبة وسط ملعب ليفر بول يتحسن بشكل جيد مع جونيش في أول جولتين خصوصا هيرفي إليوت وفابينه وهنديرسون ما كانش فيه التكامل والتجانس بينهم خاصة الأدوار الهجومية فلازم يبقى فيه تنوع بشكل كبير جدا ويكون فيه تكملة هجومية من هذه اللاعبة عشان نشوف فريق ليفر بول أفضل كمان في أول جولتين الجانب الأيصر لفريق ليفر بول سوى روبيرسون أو اللاعب لويس دياز ما كانش برضو فيه تفاهم بشكل كبير جدا كان الجانب الإيجابي كان نونيز ويمحمد صلاح بس هم اللي كانوا الظاهرين بشكل كبير جدا على الجانب الآخر فريق منشستر خسر أول جولتين الفريق سيء جدا عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا سوى مجوار ساعة بيكون الانطلاقة السيئة شوية وبعدين مباراة كبيرة أمام ليفر بول دي ممكن تشيل شوية لضغوط مع الماني يونايتد وهل في المباراة اللي زيها بيحصل مقارنات يعني طبعا كل الناس بتفتكر آخر مباراة أو مباراة ليفر بول والماني يونايتد وفوز طبعا بخماسية لصالح ليفر بول تسجيل محمد صلاح لهاتريك هل دوت لي حسابات خاصة ولا دي مباراة مختلفة تماما مع إدارة فنية جديدة مع كمان عناصر دخلت للفرقتين على المستوى الصباقاتي طبعا يا مباراة يعني بتبقى خارج الحسابات كلاسكو بينهم بيبقى فيه تنافس شرف دايما بين ليفر واليونايتد زي ما قلت حضرتك ممكن يكون فيه تحسن الفريق اليونايتد ولكن أنا بشوف اليونايتد الفريق فاقد السقة وفاقد للشخصية أعتقد النهاردة برضو هيخسر من فريق ليفر بول كنا نأمل أن إيرك تنهاج يتحسن مع الفريق ولكن حتى الصفقات مشكلته ولا مشكلة إدارة يعني كنا دايما الديوف بسألهم أن الماني يونايتد عنده عنده الإمكانيات الكبيرة جدا جدا أنه يعمل فريق يعني فريق عظيم وأنه يعمل صفقات أكتر من رائعة ولكن شايف هل الإدارة هي السبب هل تنهاج هو السبب هل اللعيب على رأسها كريستيانو رونالدو والمشاكل في الدريسنج روم ومشاكل دي هي سبب تظاهر لغاية دلوقتي خسارة الجولتين الأولى والتانية مع ماني يونايتد لو السبب الأكبر إدارة ماني يونايتد إدارة طبعا سياها وحتى الصفقات اللي بيجبوها يعني مش بتموحات جماهير اللي بيجبوه صفقات يعني مستوى اللعيب متواضع فنيا حتى مارتنيزي المدافع اللي جاه هولندي ولكن برضو يعني مش مستوى الفني كبير بجانب طبعا بيلعب مع ماجواير فعندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا بس بدأ يصلى يعني بدأ حتى على مستوى الصفقات كلمنا على كازيميرو في الانترو لعيب عنده خبرات كبيرة جدا جدا كازيميرو من اللعيبة المميزة في وسط ملعب على مستوى العالم خبرات كبيرة جدا فبدأ يخش في صفقات كنا بنتكلم كمان على فرانك دي يونج بس هو بتاعت شوية يعني فيه لسه شغله زي ما بقولك لسه الغاية 31 أغسطس الأرقام والصفقات لسه شغالة طبعا كازيميرو يكون إضافة فنية كبيرة لوسط الملعب مع مكتومنيو اللعب في ريد يكون إضافة كازيميرو من اللعبة اللي بتوقف وبتحمي المدافعين كمان بيعمل الدستورير بشكل جيد وبيحاول يمنع تحولات المنافسة يكون مكسب كبير لفريق اليونايتد ولكن ده مش كفاية اليونايتد الأزيرة سوى من أو الشمال مفيش تفعيل للأدوار الرجمية بتاعتهم فكمان محتاجين ظهير أيمن أو أيصر بشكل كبير جدا اللي جابوه مع لوكشو كان برضو ضعيف فالفريق محتاج ظهير أيمن كمان محتاج راس حربة قوي مع احترامي طبعا الكريستيانوي راشفورد ولكن الفريق يعاني هجوميا وعنده مشكلة هجومية في الفاعلية طيب ده طبعا على مستوى الماني يونايتد على مستوى الإدارة الفنية هاك طبعا المدير الفني الهولندي في مشكلة كبيرة يعني خسارة الجولتين الأولى والتانية وعنده في الجولة الثالثة مباراة كبيرة أمام ليفر بول نشوف رد فاعلتين هج المدير الفني للماني يونايتد أعتقد أنني وضعت رأيي بالتأكيد لم أكن سعيدا هذا واضح يمكنك التحدث عن كرة القدم يمكنك التحدث عن اللعب بفلسفة معينة لكن الأشياء الأساسية يجب أن تكون جيدة وأن تبدأ بالتصرف الصحيح أنت بحاجة إلى روح قتالية على أرض الملعب للمدير الفني للماني يونايتد تعالوا كمان نشوف على الجانب الآخر يورغين كلوب المدير الفني البداية السيئة للموسم تجعل المباراة أكثر صعوبة بالطبع أنه كذلك أفضل أن لعب معهم بعد أن فازوا بخمسة أهداف دون مقابل بالتأكيد هذا هو الحال لكنها ليست أرض الأحلام أنت تعلم أننا يجب أن نتعامل مع الأمر كما هو تعادلنا في مبارتين فهل من الأفضل أن نلعب في مثل هذا الوضع أم أنه أسوأ لا أعرف إنه الموقف فقط من الواضح أنه لدينا فريق بحاجة إلى الجميع لسنا خمسة وعشرين أو ستة وعشرين لاعب لكن على الجانب الآخر هذا يفتح الفرص وأنا سعيدهم بذلك لست متأكدا من وجود اللاعبين ستيفان وبوبي سيكونان قريبان جدا من الفريق الأول إذا كان بإمكاننا توفيرهم جميعا سيتخذون الآن خطوات حقيقية كل يوم في التدريب هذا شيء لا يصدق هذا جيد كان يورغن كلوب طبعا المدير الفني لليبر بول نادر تعليقك على الاثنين واضح جدا تأثير الأول جولتين على تنهاج لكن كمان على مستوى ليبر بول ليس أفضل حالاته طبعا كلام منطقي وطبعا متأثرين بشكل كبير جدا زي ما قلت لحضرتك البداية كانت غير احتدادية من الفريتين منشستر خسر اللقائين وبأداء سيء جدا والليبر برضو تعادل اللقائين كنت أتوقع يكسب الموبراتين خاصة اللي كان لسه فايز بالدرك الخيرية وقدم لقاء كبير وكان أداء اللعبة وقفة على رجلها بشكل كبير جدا فكان النهاردة في أول جولتين كان فيه علامات استفهام كثيرة على أداء الليفر ولكن النهاردة أنا شايفهم أن يكون الفريق الليفر ظاهر بشكل مغير وليه ردة فعلة قوية ويكسب فريق منشستر في التوقعات طيب على مستوى توقعات نادر الليفر بول يفوز ولكن على مستوى كرة القدم التوقعات تبقى صعبة شوية وخاصة الموبرات دي ممكن تكون البداية الحقيقية لانطلاقة المان يونايتد وليفر بول نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ناقدنا الرياضي ومحل الكرة العالمية نادر عبد المصر أهلا بحضراتكم مرة تانية نادر خلينا نتكلم على أفضل الموبرات في الجولة اللي فاتت اعتقادي كانت موبرات نيو كاسل والمان سيتي ونتيجة 3-3 في مباراة مرسونية يعني مباراة شفنا فيها كل حاجة من فنون كرة القدم رؤيتك إيه للمباراة ديت وأعرف كمان توقعاتك للمان سيتي على مستوى المنافسة توقعاتك لنيو كاسل بعد مكان يمكن قريب من الهبوط للشامينشيب لكن في الدوري لغاية دلوقتي جمع يمكن خمس نقاط من فوز مباراة وتعادل مباراة بالنسبة للمباراة سيتي ونيو كاسل كانت مباراة يعني أفضل مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن إيدي هاو أول ما مسك فريق نيو كاسل طبعا كان مهدد بالهبوط بشكل كبير السنة الماضية صحيح جه مسك وظهر بصماته بشكل جيد واشتغل على الجانب الدفاعي والفريق بقى المنظومة الدفاع بتاعته قوية جدا بالأمس أقدم مباراة كبيرة جدا من النواحي الدفاعية وكمان قدر يستغل السرعات اللي عنده في النواحي الهجومية عنده برونو جامريش في وسط الملعب كان مميز جدا وأتعبوا فريق السيتي بشكل وأتعبوا فريق السيتي بشكل كبير جدا على الجانب الآخر فريق من الشيستر سيتي يعني كان عنده برضو بعض المشاكل نوعا ما ولكن في الشوت الثاني الفريق تحسن طبعا جندجان ودوبروينة واللعب رودري تحسنوا بشكل كبير جدا مشكلة فريق نو يكسل بعد تقدمه التلاتة يعني تراجع نوعا ما وده اللي خل السيتي يرجع في المورا يعني أنا كنت شايف نو يكسل ماشي بشكل كبير جدا وكان أقرب للانتصار ولكن التراجع ده كان نقطة سلبية وعامل خل فريق السيتي يعود للمباراة والمباراة تخلص تلاتة تلاتة ولكن كانت مباراة طبعا ممتعة من النواحي التكتيكية وكمان في محاولات على مرمى الفريثين بشكل كبير صحيح ده على طبعا مستوى المباراة ولا أروع يمكن اللي شاف هذه المباراة استمتع بفنيات كورت القدم مباراة من العيارة التقيل رغم التوقع أن المان سيتي طبيعا يكتسح نيو كاسل ولكن كان نيو كاسل أعتقد لغاية منتصف الشوت التاني كان متقدم ثلاثة واحد لكن رجع بقوة المان سيتي كالعادة نشوف بيب جارديولا قال إيه بعد المباراة ونرجع مع حضرتك كانت مباراة مناسبة بالتأكيد بدأنا بشكل جيد سجلنا هدفا كانت لدينا فرصا قليلة مع كيفين دي بروين وفي الفولدين كانت تحت السيطرة بعدما خسرنا في النتيجة لأنهم لعبوا بطريقة عنيفة للغاية كانت هناك بعض التدخلات عندما حدث ذلك كان علينا العودة للدفاع في مربع ثمانية عشر متر كانت التدخلات مباشرة علينا قليلا في الشوت الأول بدأنا الشوت الثاني بشكل جيد لكننا تلقينا هدفا رائعا بعد ذلك بدأنا بعد الهدف الثالث هاجب كانسلو تبديل اللعب أظهرنا أننا كنا هناك سجلنا هدفين صنعنا الكثير من الفرص بشكل عام منها واضحة واحدة كانت في مواجهة الحارس بوب حارس مارمان يوكاسل الذي لعب بشكل لا يصدق كما كان في لقاء يوكاسل وبرايتون كانت مباراة ممتازة يتعين علينا القيام بالقليل فقط علينا أن نعيش هذا النوع من المباريات هذا هو السبب في أن دور الإنجليزي الممتاز صعب للغاية الجميع سيضيع النقاط أكيد بيب كان يتمنى طبعا الفوس بازيل مباراة لكن فوجأ كمات بمستوى أكثر من رائع على المستوى اللي جميل لنيوكاسل تعليقك على بيب جاردول طبعا كلامه صحيح جدا ودي حلاوة الدور الإنجليزي ما تدرش تتوقع مين يكسب ومين يخسر كورة القدم طبعا فيها متغيرات كتيرة جدا نيوكاسل طبعا أحرج السيتي بشكل كبير جدا ودي طبعا حلاوة الدور الإنجليزي وطبعا لسه بدري ثلاث مباريات يعني ما تقدرش تحكم طبعا دلوقتي ولكن السيتي طبعا مع مباري المباريات والعامل البدا يشتغل ويعلى عندهم يكون الفريق متحسن بشكل كبير كمان هالند لما يتأقلم أكتر في الهجوم يكون الفريق قوي جدا والفعالية الهجومية بتاعتها تكون أعلى بشكل كبير زي أنت بتقول توقعات في البرامير الليج مش موجودة ده يوديني لمباراة كانت طبعا المتوقع فيها فوز تشيلسي وكانت مباراة تشيلسي وليدز وفوز كبير ليدز على تشيلسي ثلاثة سنة طبعا كانت مباراة برضو كويسة جدا تشيلسي ظهر بشكل ضعيف قوي مشكلة فريق تشيلسي في النواحي الدفاعية بيلعب الثلاثة أربعة ثلاثة ولكن عنده مشاكل في الأطراف بيلعب كولوبالي ويتيج وسيلفا وجيمس عندهم مشاكل كبيرة جدا في ظهرهم طبعا ليدز اشتغل عليها بشكل كبير خاصة اللاعب أرونسون قدمه شكل لعب أزعج جيمس بشكل قوي وسط ملعب الليدز كان متفوج بشكل كبير جدا على جورجينه اللي كان ظاهر بشكل سيء وده يثبت أن جورجينه بدون قنطي سيء وضعيف مستوى خروجه بالكرة بطيء جدا كمان كان عنده ما فيه سرعة في اتخاذ القرار وطبعا حاليا لعب كرة القدم عبارة عن قرار أهمية سرعة اتخاذ القرار ما كانتش موجودة عنده وطبعا ده اللي بنشوفه عشان كده بيبقى فيه تدريبات مصغرة ثلاثة مثلا أو أربعة أربعة عشان ده بتحسن سرعة القرار وتنفيذه لدى اللاعب كانت مفاجأة بالنسبة لك ظهور ليدز بهذا المستوى مع طبعا المدير فني أمريكا جديد على مستوى فريق بلعب فريق من المرشح لطبعا الفوز بالبريميال ليك تشيلسي هل كنت متوقع هذا الأداء على المستوى اللي جومي بشكل أكثر من رائع لليدز زي ما أنت قلت فيه استراتيجية متغيرة في التاكتك بتاع ليدز يونايتد يعني حقيقة ما كنتش متوقع أن الفريق يظهر بقوة من الناحية اللي جومية بشكل كبير كده ولكن زي ما قلت لحضرتك المدرب الأمريكي بصمته وظهرت بشكل كبير وكان ممكن نسجل أكثر من ثلاث أهداف كمان أهم حاجة زي ما قلتها لك اللي هو قدر يغير سلوب الدفاع للفريق واستخدم الصفقاته كمان بشكل جيد يعني في الصفقات تحس تلعب بقالها مدة مع فريق ليدز تأقلمه بشكل سريع ويستحق المكسب طبعا وحاليا ماشي بصورة كويسة أكيد جيسي مارش المدير الفني الجديد ليدز يونايتد كان سعيد جدا جدا بفوزه الكبير على تشيلسي البلوز بنتيجة 3-0 تعالوا مع حضراتكم نشوف آل إيه من الواضح أن الأداء كان جيدا حقا وهو الأفضل منذ أن استلمت مهمة تدريب الفريق أعتقد أن ما هو جميل حقا ليس فقط الفوز وإنما أيضا الأداء الجيد واللافت كنا الفريق الأفضل رغم صعوبة المباراة كان لدينا تنوعا في الهجوم استطعنا للحد من خطورة محاولاتهم كل لاعب قام بدوره على أكمل وجه في هذه المباراة لدينا مجموعة جيدة أنا أثق فيهم وفي قدرتهم على المواصل على المنوار ذاته أعتقد أن فرضنا أسلوب لعبنا طيلة المباراة أتيحت لهم بعض الفرص لكنهم في المقابل ارتكبوا بعض الأخطاء لدينا لاعبين متميزين إذا تم منحهم المزيد من الوقت كان بإمكانهم تمرير الكرة طيلة المباراة لم نرغب في فعل ذلك أردنا الضغط منذ البداية والتحكم في المباراة بهذه الطريقة أعتقد أننا نجحنا في ذلك طبعا بداية ولا أروع ليدز يونايتد بعد طبعا صعوبات كبيرة جدا في الموسم الماضي لكن دلوقتي أعتقد ليدز في المركز الثالث أو الرابع سنشوف مع حضركم أكيد طبعا الجدول الترتيب لكن نادر أعتقد دي كمان من مفاجآت الثلاث جولات الأخيرة وجود ليدز في المربع الزهبي في البريمير ليج بعد كمان موسم يعني كان سيء جدا الموسم اللي فاتي طبعا ليدز حاليا المركز الثالث سبعة بونت من ثلاث جولات فاز اثنين وتعادل واحد وفي الثلاث مباراة قدم مستوى كبير جدا وكانت مفاجأة طبعا الفريق ليدز يعني مع مرسلو بيلسة كان بيلعب بطريقة يعني بالنسبة لي ما كانتش بتتماشى مع إمكانيات اللعيبة المدرب الأمريكي مارش لما جاه عمل اسلوب تماشى مع إمكانية اللعيبة اللي عنده وجودة اللعيبة اللي عنده وحتى الآن هو ناجح بشكل كبير وعجيبني جدا طريقته وكمان يعني سعاد بيلعب تحت الكرة وبيعتمد على السرعات يعني مش مارن مش جامد في اسلوبه لا بيغير اسلوبه على حسب الفريق المنافس فالفريق طبعا بالنسبة لي مفاجأة جدا مع فريق بورايتو صحيح المفاجآت مستمرة في البريميال ليج على مستوى النتائج على مستوى الأداء على مستوى كمان المدربين خلينا نطلع لفاصل سريع بعد الفاصل كمان هنرجع معنا سكايب مهم جدا بعد سكايب كمان لسه عندنا الدوري الأسباني وبرشولنا وريا المدريد وأداءهم في أول جولتين كل ده بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية زي ما بنتكلم على البريميال ليج وهو ممكن أقوى دوري على مستوى العالم كمان خلينا نتكلم على الدوري الإيطالي اللي يمكن راجع بقوة كبيرة جدا جدا من خلال أندية كثيرة دعمت به عناصر كبيرة على المستوى الفني وفي اعتقاد الدوري الإيطالي السنة دي هيكون دوري قوي جدا عشان كده يكون معنا عبر سكايب من روما طبعا لاعب كبير على المستوى الفني طبعا ماركو زانبوني المهاجم ولاعب اليوفينتوس ولاعب طبعا نابولي السابق بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع وشكرا لك على التقديم الرائعة بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي في المحترف ويمكن متابعني لما بقول أن الدوري الإيطالي السنة دي هيكون دوري قوي جدا على مستوى المنافسة على مستوى الأداء الفني لمدربين ولاعبين عايز أعرف وجهة نظرك ورؤيتك لأول جولتين في الدوري الإيطالي أعتقد أن هذا العام الميلانيزي ويقصد فريق إنتر ميلان وفريق إيسي ميلان سيقومون بصنع الفريق الكبير وهم أكبر محظوظين في الفوز بلاكا بلوس كوديتو ثم يأتي من بعدهم اليوفي اليوفي دائما مرشح وبعدهم نابولي ويبكى روما روما منذ قليلا فاز على كريمونيزي يبكى روما رابع المرشحين ما زلت عندي رأيك أن الميلان والإنتر هم الأقرب رغم غياب اليوفينتوس لسنتين يمكن الموسم القبل الماضي كان الإنتر والموسم الماضي كان الميلان فاز بازيل بطولة هل من السهل على جماهير اليوفي وعلى الإدارة الفنية أنها كمان ما تكونش صاحبة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي أعتقد أن هذا العام ما زال كبار ميلانو المرشحين الأقوى للفوز بلقب الأسكوديتو لكن قد تكون هناك مفاجأة من نابولي أو روما على مستوى روما بنتكلم طبعا على مستوى التدعمات ديبالا الوافد الجديد من اليوفينتوس لروما تأثير ديبالا على المستوى الفني على مستوى الماركتينج على مستوى الجماهير وإحنا شفنا استقبال أكثر من رائع لديبالا من جماهير روما تتوقع هل روما مستمر في المنافسة على الدوري الإيطالي أم سيكتفي بأحد مراكز تأهله للبطولات الأوروبية قبل أي شيء آسف لكل ما حدث لنيكولوت زانيولو قبل قليل إصابة كبيرة للاعب من أفضل لاعبين في إيطاليا وكما ذكرت في قبل أن روما لديهم مدرب كبير ومدرب عظيم لدي العديد من الحلول هذا العام قد يكون محظوظ قد يفوز بالدوري كما بعمل مركاته كبير ولديه الرغبة للفوز باللقب لكن أعود وأكرر أن روما ونابولي لديهم الإمكانيات ولديهم من العزيمة ولديهم من الروح وأكبر قاعدة جماهيرية في العاصمة أو عاصمة الجنوب نابولي يقومون بالضغط ويقومون بدعم اللاعبين خاصة جماهير روما وجماهير نابولي أعتقد أن روما لديه بعض الحصوص على مستوى العام للقرى الإيطالية إحنا أكيد متأكدين هنشوف زي الموسم اللي فات كان موسم أكتر من روع للقرى الإيطالية على مستوى الدوري والسنة دي كمان هكون مشتعل تأثيره على المنتخب الإيطالي وهل عدم التأهل للمرة التانية على التوالي لكاس العالم سيؤثر أم هناك خطة واضحة للتحاد الإيطالي لخل يعني مواهب جديدة للمنتخب الإيطالي شايف المنتخب الإيطالي وخطواته للمستقبل إزاي أتمنى أتمنى أن نتعلم من الدرس الدرس القاسة الذي لم نتعلم منه للأسف موسم قبل الماضي لأن إيطاليا بعيدة عن المنديال سنتين ومتثلتين هذه كانت صدمة كبيرة لنا وكل الشعب الإيطالي لكن أعتقد أن القرى الإيطالية بدأت تتعافى وقد تعود إلى الواجهة في الأيام المقبلة وأعتقد أن نسكة الدور الإيطالي الموسم الماضي وهذا الموسم قد تعيد للأزهان كلشو إيطاليان القادم وكلشو إيطاليان في أعوام المجد لأن قمنا بمزاورات كبيرة وقمنا بمشاكل كبيرة مع روكة الاتحاد من أجل عودة الكرة الإيطالية إلى الواجهة دايما بنتكلم على اللعيبة المحترفة الأفرقاء وكان طبعا موجود في دور الإيطالي نجم نجوم العالم وأفضل لعيب العالم محمد صلاح عايز أربط ده ما بينه ما بين تصريح الأخير لرئيس نادي نابولي بأن لا يتعاقد أو سوف لا يتعاقد نهائيا مع أي لاعب أفريقي شايف ده ازاي من وجهة نظرك الفنية أعتقد أن ديلاورينتيس في بعض الأحيان ويقوم بإطلاق تصريحات كاسية أنا أخطار كاسية من أجل تجميل الكلمة لأن الحديث الذي قام برئيس نادي يعتبر كبير في إيطاليا لا يجب أن تخرج هذه التصريحات كما ذكرت الصحفة الإيطالية صلاح كان من أعظم اللاعبين الأفارقاء في مصر وقام وعمل مجد كبير في إيطاليا تصريح مرفوض على مستوى كمان اللاعبة نتكلم على كوليبالي وانتقاله طبعا إلى تشيلسي شايف هذا الانتقال وهل قادر كوليبالي على اللعبة بنفس الكفاءة ونفس الأسلوب رغم تغيير الرتم من الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي كوليبالي لاعب كبير أعتقد أن كوليبالي يستطيع اللعبة في إنجلترا كما قام بعمل موسم عظيمة في نابولي لكن لا يريد كوليبالي أن يحسن من نفسه لأن القرى الإيطالية غير القرى الإنجليزية يجب أن يعمل كثيرا كثيرا ويتعاود عن الأجواء في إنجلترا ماركو من خلال حديثك كنت طبعا لعب سابع في اليوفينتوس ونابولي لكن حسيت من خلال كلامك أنك تنتمي أو بتشجع أحد الأندية إما الميلان أو إما الإنتر عايز أعرف انتمائك لمين وبتشجع مين في الدوري الإيطالي أنا أشجع الإنتر وكنت في طفولاتي وكل عائلة تشجع الإنتر أتمنى أن ينفوز الإنتر لكن إذا ما تحدثت على القرى الإيطالية كمحلل يعجبني جميع الفرق لكن أنا إنتريست ماركو قبل ما ننهي معاك عايز أعرف إيه إيه ناقص للدوري الإيطالي لعودته للبريق أو اقترابه إلى حد ما من الدوري الإنجليزي إيه أنت شايف إيه في الدوري الإيطالي لعودة بريقها على مستوى الدوريات الأوروبية في عزي الأيام كل ما أريد أن أقوله أن ينقص إيطاليا قطاعات الناشئين لأن قطاعات الناشئين لديها ناقص عديد وإذا ما ناقصت قطاعات الناشئين في أي دولة في العالم قد تؤثر على الدوري المكان الذي توجد فيه وقد تؤثر على المنتخب وقد تؤثر على كل القطاعات لأن الشباب هم المستقبل وقطاعات الناشئين هي من تمد العديد من الأندية وتمد اقتصاد الدولة وتساعد في نهوض القرى باخل البلاد أعتقد أن أكثر شيء ينقص الطليان هو قطاع الناشئين باتفع معك تماما قطاع الناشئين في كل حتة في العالم يكون هو الدرع وهو القعدة الأساسية لنجاح المنظومة ماركو زامبوني طبعا لاعب اليوفينتوس ونابولي نشكرك شكرا جزيلا على وجودك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا شكرا لكم ومساء جميل كل جميل قناة النادي الأهلي نادر حابب تعالى على الجزء الأخير أن حتى على مستوى الدولة كبيرة في صمعة الكرة العالمية بحجم إيطاليا هو بيتكلم أن قطاع الناشئين كمان مش على المستوى وهو بالتالي الدوري لسه أو الكرة الإيطالية لسه قدامها مشوار للوصول تاني لكاس العالم أو الفوز بكاس العالم طبعا قطاع الناشئين مهم جدا في أي دولة ولازم يكون فيه اهتمام كبير جدا وده اللي شوفنا إيطاليا آخر دورتين كاس العالم هو ما راحتش وده بسبب فيه تخطيط يعني سيء وغير جيد ما فيه اهتمام كبير جدا بالمراحل والفئات السنية فأنا أعتقد عشان إيطاليا تتطور أو أي دولة لازم يكون فيه اهتمام وتخطيط سليم للكرة طبعا الكل متابع وحتى الناس بتفرج علينا كمان بتستنى مباراة طبعا الليفربول والمان يونيتد يمكن إذا ملأنا في الأعداد يمكن التشكيل نزل تشكيل المباراة ما بين المان يونيتد وليفر بول وكلنا منتظرين إن شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح ده طبعا تشكيل الليفربول أليسون تريند جوميز باندايك روبرتسون هندرسون ميلنر هليوت دياز صلاح في مينيو السولاسي الهجومي طبعا دياز وصلاح وفي مينيو على المستوى الآخر ديخية دالو فاران مارتينيز ماليسيا مجتماني إيريكسن برونو سانشو إيلانجا وراتشفورد ده الفريق اليونيتد انت شايف إزاي الاستبعاد ماجواير على مستوى الدفاع واستبعاد كريستانو رونالدو في الخط الأمامي هل بدأ تنهاج يوري العين الحمراء اللي طبعا رونالدو على الجانب الآخر بدأ يبص بعين الجماهير شوية في الأقطاع الدفاعية الكبيرة اللي آم بها ماجواير في المباريات اللي فاتت ممكن إيريكسن بدأ يصحح الأوضاع فعلا فريق اليونيتد مع ماجواير بيقدم كوارث دفاعية يعني أنا كنت شايف كانت صابقة يعني وغدة أكبر من حجمها وجاي بفلوس كتير جدا فكان سيء جدا فأعتقد بدأ يقعده خاصة لو يلعب قدام خط هجوم ناري بقيادة طبعا صلاح ودياز فأنا شايف اللي بدأ يصحح الأوضاع كمان تغييره في وسط الملعب بدأ بإيلانجا وفي الخط الهجومي إيلانجا وسانشو وقعد كريستيانو طبعا كريستيانو يعني تحس الوضع بتاعهم مش مبسوط والحالة المزاجية بتاعته مش مبسوطة فأعتقد عشان كده أعاده فالتغييرات على المستوى طبعا الفني وجود محمد صلاح وطموحات محمد صلاح اللي تكلم عليها خلال يمكن الريبورت اللي عمله قبل المباراة أنه يتمنى طبعا التسجيل أمام المان يونايتد ولكن في نفس الوقت بيحترم المان يونايتد جدا المباراة مطيرة كلنا مستنينها خلينا نطلع لفاصل سريع بعد الفاصل كمان هنرجع على الدوري الأسباني نتكلم على الملكي مدريد وطبعا الكتالوني برشلونة أهلا بحضراتكم مرة تانية نادر خلينا نروح للدوري الأسباني بعد جولتين الريال آخر جولة بيكتسح طبعا بربعية أربعة واحد سيلتا فيجو كمان نفس الحال لبرشلونة على ريال سيديداد شايف شايف إزاي الصراع ما بين ريال مدريد وبرشلونة العام من خلال رؤيتك للصفقات من خلال رؤيتك للوافدين الجدد كمان على مستوى لسه الإسبوع رحيل كازيميرو عن ريال مدريد ده سيأثر على وسط ملعب ريال مدريد بشكل مباشر أنا شايف السنة دي في الدولة الأسبانية يكون الصراع مستمر للآخر جولة بين برشلونة والريال كمان يتشاف المشروع بدأ يظهر والسلوب اللعب بدأ يظهر رغم التعادل في اللقاء الأول قدام رايو فايكانو بعيدا عن النتيجة أنه كان الفريق يقدم أدائي مقبول وجيد كمان فريق ريال مدريد قيمته ما يتوقف على لاعب معين رحل كريستيانو ولكن الفريق استمر بنفس القوة كاسميرو رحل ولكن موجود قامافين جوي تشاومين اللاعب الجديد أعطت ريكون بديل جيد وكيمة ريال مدريد ما بيقدم مستوى فن كبير ولكن يعرف يكسب فيه صنائية مميزة جدا بين فينيسيس وكريم بن زيمة مدارح شوفنا لوكا مودريتش بيقدم اللقاء كبير جدا وإبداع في وسط الملعب وسجل الهدف رائع فالفريق لعب روديجر وناتشو اللقاء الثاني الريال غير الاثنين ولعب ديفيد ألابة ومليتاوف فبقى عنده عدد كبير جدا وحرية في الاختيار فإسكوات فريق الريال مميز ودي طبعا كيمة الفرق الكبيرة وبرشلونة طبعا برضو جاي في المصار الصحيح بوجود شافي وبعض اللعيبة ولكن أتمنى أن فرانك ديونج يكون بيلعب بصفة أساسية في خط وسط الريال لعيب عنده ريفيجن بشكل كبير جدا يقدر يتحكم في رتم المبارا ويوزع اللعب بشكل جاي طبعا على مستوى الإدارة الفنية تشافي اللي يمكن مع بداية يعني تولي المسئولية كان عنده مشروع وناس كتير جدا جدا متتكلم أن هذا المشروع بيتم بسرعة كبيرة جدا صفقات على مستوى عالي جدا يمكن الأداء في المباراة الأولى ما كان الأداء المميز لكن المباراة التانية بربعية وكمان بأداء أكتر من رائع تشافي المدير الفني اللي بارشلونة قال نشوف مع حضراتكم أعتقد أن الأمر نجح بالنسبة لنا لأن التعادل بارشلونة ليس جيدا بما فيه الكفاية كان علينا أن نحقق الفول لذلك استبعت الإخاندرو الذي كان يلعب كجناح قمنا بإحضار مهاجم جناح لمحاولة تغيير ذلك كان لدينا أربعة مهاجمين في المقدمة بشكل أساسي لقد خاطرنا ونجحنا في الأخير فاتي قادر على أحداث فرق رافينا أيضا عندما جاء السجل عثمان دنبلي الهدف الذي وضعنا في الصدارة أعتقد أن الجميع كانوا جيدين جدا وكان علينا أن نتحلى بالشجاعة للفوز بمباراتنا الأولى ما فيه الشك طبعا كان مباراة مهمة جدا وفوز مهم لبرشلونة بعد التعادل في الجولة الأولى عايز أرجع لرأي المدريد قبل أن نرى أنشلوتي قال بعد الفوز على سلتا فيجو أربعة واحد من جملة كان بيقول أنه وسط الملعب عنده مسلس برمودا كان بيكلم على توني كروز وطبعا مودريتش وكازي ميرو من الضلع اللي ممكن يحل أو اللعب اللي ممكن يحل محل كازي ميرو في هذا المسلس اللي وصفه أنشلوتي هذه حقيقة وسط ملعب ريال مدريد بوجود السلاسة ده أقوى وسط ملعب في العالم وآخر خمس ست سنة طبعا سيطروا على كل البطولات خاصة البطولات الأوروبية أنا شايف هتكون في مفضلة بين كاموفينجا وتشاوميني اللاعب الجديد ولكن كمان فالفيردي ممكن يخش معهم ولكن خلاص بقالوا فترة بيعتمد على فالفيردي أقرب للجناح الأيمن ويبقى قريب من بنزيمة وفينيسيس ولكن هتكون المفضلة دايما بين كاموفينجا واللاعب تشاوميني ما فيش شك طبعا مازال كبير قوي لكن مازالي بيتمتع بالنقطة إزاي بيعرف يكسب يعني فيه ماتشات كتير وده ظهر في في دور الأبطال إنه مش المستوى الجيد ولكن بيعرف يكسب هل المستوى دوت والصراع الطويل لأن أنت لسه بتتكلم في الجولة التانية عندك لسه جولات كبيرة جدا هل يستطيع الريال التواصل في هذا المشوار أو مش حيسلم سهل وهو هدف الأساسي هو طبعا الفوز بالدوري الأسبان هي دي طبعا كيمة الريال ما بيقدمش أداء كبير ولكن بيعرف يفوز طبعا بخبرات اللاعبية فيه انسجام كبير جدا اللاعبة بتلعب مع بعض بقى لها أكثر من خمس أو ست سنين فيه انسجام واضح الفريق بيعرف يرجع يعني في إنهاء أوروبا مشكلة فريق بس الريال الجانب الدفاعي لو يتحسن أكتر والمنظومة الدفاع يكون أكتر يعني هيختبر بالهجوم بتاع مثلا في لقاء برشلونا يعني مثلا في لقاء الدور السنة الماضية فريق برشلونا كيسب أربعة صفر كان بسبب غياب بنزيمة وكل عادي يقول لك تأثروا بغياب بنزيمة ولو كان موجود في الملعب كان هيكون قائد في الملعب والكلام ده أنا شايف التواصل قادر على التنافس لكل البطولات كمية طبعا نادر بيقول أن الريال قادر على المنافسة في جماعة البطولات كمان على مستوى الإدارة الفنية نشوف كارلوس أنشلوتي المدير الفني للريال قال إيه بعد يعني فوز كبير على سلتا فيجو أربع وحي مودريتش لاعب خالد وجاهز دائما يلعب بشكل جيد جدا صحيح أن الهدف الذي سجله قد غير المباراة حتى تلك اللحظة حتى ذلك الهدف كانت المباراة متكافئة وتنافسية للغاية لقد دفع سلتا فيجو بقوة كانوا يضغطون بشكل جيد كنا نعاني من أجل استحواض على الكرة في الشوط الثاني فقدوا قوتهم وتمكننا من البناء جيدا من الخلف والقيام بالتحولات الهجومية كان الأمر رائعا للغاية أعتقد أنها لفتة رائعة من كريم بن زيمة مع إيدن هازار لقد لعب القليل جدا من الوقت لكنه أظهر أنه قام بالعديد من المواجهات الفردية لقد كان قويا لذلك لا يهم أنه أضاع ركلة جزاء إنه منفذ ركلات جزاء جيد للغاية لكن الشيء المهم هو إثبات عودته إيدن هازار وإثبات عودته نادر أعيز أسمع منك كمان رأيك في إيدن هازار رغم ضياع ضربة الجزاء لك أنشلوتي بيقول أنه راجع وراجع بقوة رغم غيابه فترات طويلة عن تشكيلة الأساسية للرياض طبعا كلامه صحيح أي مدرب لازم يدافع عن اللعب بتاعه عشان يحافظ عليه وما يخرجش بره تركيزه أو ينهار إيدن هازار كان مميز جدا في تشيلسي ولكن مشكلته في ريال مدريد كثير الإصابات مستثبت ولا عنده استمارية في الأداء لكن لو اللعب ده ما بيصابش يكون عنصر كبير جدا ومهم في هجوم فريق ريال مدريد كمان بيعرف يربط الخطوط ولكن زي ما قلت لحضرتك مشكلته كثير الإصابات نادر بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا في المحترف ربنا خليك كابتن هاني أنا سعيد والله اللي موجود في قناة الناد الأهلي ندينا العظيم ومع شخصي حضرتك محترمي أتمنى لك كل توفيق أنا من محبينك أصلا كابتن هاني وإنت أحد أستطير الدفاع في مصر فأتمنى لك كل توفيق وسعيد والله وأتمنى تكون حلقة أضافة لبعض الناس ولو الشيء بسيط نورتنا وشرفتنا ينادر وطبعا بعد عشر دقائم من دلوقتي كل التوفيق لنجمنا الكبير محمد صلاح في مباراة قوية جدا أمام المان يونيتد شكرا لحضراتكم لقائمة حضراتكم إن شاء الله يوم الخميس يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف